من الله صلاطا وسلاما على رسول الله والحمد لله رب العالمين المحاضرة دي اسمها الانفرستاليتي اللي هو العقم فحنا عايزين نعرف العقم ونعرف ايه هي اسبابه والاساسيات وكده والتحاليل والعلاق كمان عشان اقول ان في عقم او في مشكلة في الانجاب يبقى لازم الراجل والست يكون مقدروش يخلفه لمدة سنة يعني مثلا ما تجيش واحدة بعد خمس شهور ولا اربع شهور انا ما حملتش انا هندي مشكلة كلام ده طبعا هابل وعبط طبعا لا والمفروض تقودي على الاقل سنة بعد السنة دي بقى تبتدي تقلقي لا وايه يكون يا حبيبتي السنة دي في جماع او في علاقة بشكل مستمر وكمان حضرتك طبعا ما بتستخدميش اي وسائل من وسائل منع الحمل لو انت طبعا عملت الحاجات دي يبقى هنا عندك حق تقلقي ده ومحملتيش بعد سنة طيب احنا طبعا عدم القدرة في حاجة اسمها استرالتي وفي حاجة اسمها انفرتلتي يعني ايه بصوا يا جماع من الاخر استرالتي حاجة ما فيهاش رجعة خلصا ملهاش علاج وعقم تام لكن انفرتلتي هو عقم او مشكلة بس المشكلة دي لها قوز لها سبب والسبب ده ممكن يتحل زي مثلا تيوب الادشن التساقات في القناة لكن السترالتي بيبقى يعني السترالتي بتبقى يا جماع حاجة ملهاش حل زي مثلا ان الست شايل الرحم او ما عندهاش رحم فهنا عقم عقم خلاص اللي هو حاجة مش هتتعالج خلصت كده انتو فاهمين قصدي يبقى السترالتي سببه سببه يا حبيبي مش هيتعالج هو سبب بتاعه اه اه انكربل تمام زي الابسن يدرس ان الرحم مش موجود لكن الانفرتلتي طبعا لا زي التساقات والكلام ده ممكن تتعالج والدنيا تمام ماشي طيب افتر وانو يير طب ليه حضرتك بتقولي بعد سنة ليه شمعي انا يعني قال لي يعني احنا بنقول بعد سنة يا جماعة لان هو بيبقى فيه احتمال احتمالية من ان هو يحصل ايه الكونسيبشن اللي هو الاخصاب وكده طيب افتر وان سايكل اوف ماريج الكونسيبشن ده يا جماعة اللي هو اختلاط المشيك المذكر او تصدم المشيك المذكر مع المشيك المؤنس بعد دورة من الزواج يعني اخذ بالك طب ليه بقى لو انت لست متجوزة وحصل علاقة اتنين يعني حاجات البسيطة دي قالني احتمالية انك تحملي خمسة وعشرون في المية يعني ليلة جدا لكن بعد سنة من الجواز احتمال انك تحملي ما شاء الله خمسة وتسعين يعني عشان ما تلفش على ده كترة من الاول وتتعيب نفسك لو استنيتي سنة وكده عندك احتمالية انك يعني تحملي من خمسة وتسعين لمية في المية فاهم قصدي طيب يبقى تاني وبالروحة انا عندي نوعين من الانفرتلتي في برايماري وفي سكندري السكندري دي بتبقى بعد سنتين لان الستة بتكون بتردع وحنا فاهمين اسناء فترة الرضاعة ما بيقباش فيه اطلاق بغيضات وكده وفيه طبعا البرائماري والبرائماري دي بتكون بعد سنة واحدة ماشي اصدقاء مفيش كونسابشن يعني ايه يعني الستة دي ما حملتش قبل كده الستة دي ما حملتش قبل كده ده فين في البرايماري لكن السكندري دي معناه ان هي حملت قبل كده او اكتوب بس حصل لها ممكن تكون اجهاضة او حصل لها حملة خارج الرحم او فيسكولار مولي الحملو لانقودي يبقى نكز بردك في الفرق ما بين البرائماري والسكندري البرائماري ما حصل لهاش حملة قبل كده هو في الغرب جماعة من ثلاث لاربع مرات في الاسبوع التكنيك طبعا اريكشن بنتريشن ايجاكوليشن وكده يعني ايه بالبلد كماعة دخول العضو الذكري في العضو الامساوي وبتحصل بقى الجماعة وكده والمفروض ان السيمن اللي هو السائل المنوي اللي في الحقيونات المنوية وكده يخش طبعا في الفزينا يعني وكده مناشا طبعا نسبة الحدوث 15% من الستات وزايد قوي حدوثها هذه الايام بسبب الامراض اللي هي بتتنقل سيكسوال عن طريق الجنس او بسبب زيادة سن الزواج يعني المعظم الستات بقت تتجاوز عند سن كبير فدي بردك ممكن تأدل العكم هو بيقول لي ان الست بتبقى في خصوبتها كده او الظروة بتاعتها وهي عندها 24 سن خلاص كده كلام ماضح ولا وكمان تلوث الهوى زود حدودها او حدوثها وزيادة كمان الديجنوس طيب حدوثها بيحصل في الرجالة بنسبة 30% حكمة في الرجالة وخمسين في المية طبعا في الستات وممكن الموضوع يكون بسبب ان العلاقة متوترة او الحياة يعني وكده طبع دي نسبة 10% وممكن يكون ما فيه سبب اصلا ودي بردك نسبته 10% يبقى بالراح يا جماعة وبالبلد كده وبسرعة عشان اعرف الانفرتلتي فهو انت مش قادر الستة مش قادرة تحمل بعد سنة من الجواز طب حصل ايه في الجواز دي علاقة كلام طبيعي جدا جماعة بشكل مستمر ويعني بس بردك ما حصلش حمل خلاص طيب فيه وفيه السترلتي دي جماعة ما حصلش اصلا ما فيش قدرة على ده السبب بتاعه مش هيتعالج خلاص زي مثلا استقصال الرحم لكن الانفرتلتي له سبب والسبب ممكن يكون يعني يتعالج فهم قصديه بس وابردك هو ان قبلتي تكون سيف يعني محصلش حمله وقلنا يا ربي طب الانفرتلتي ده زي ايه زي ما انتفقنا بقى زي الهابش والابورشان رابك قررتها تاربع مرات ده اه وربعا مش يا اصدقاء طيب اه بقى اشمعنا بقى بعد سنة زي ما اقول لك هو والله لو انت جيتي بعد سايكل واحدة من الجواز نسبة انك تحملي من عشرين ل خمسة وعشرين في المية لكن لو بعد سنة نسبة انك تحملي من خمسة وتسعين لمية في المية يبقى يا جماعة وكمان عندي نوعين من الانفرتلتي برايمري وساكندري البرايمري ده معناه ايه يا جماعة بعد السنة طيب الساكندري بعد قد ايه بعد سنتين تكون الست في فترة الرضاعة اللي هو ما بيحصلهاش فيها ايه طبويد وكده تمام طيب واتفقنا ان البرايمري انفرتلتي معناه ان الست ما حملتش قبل كده يعني ما حصلش اندماج مشيج مذكر مع المشيج المؤنط ده ما حصلش لكن في الساكندري لأ هي حملت قبل كده حصل لها كونسيبشان قبل كده زي بقى بس لأسف حصل لها مشكلة الجهود حملة خارج الرحم حملة عنقوضة مهمين فعشين كده بنقول عليها ساكندري انفرتلتي يعني الست حملت بس هو حصل لها مشكلة للأسف فما خلفتش زي انها اجادل او انها حملة خارج الرحم او زي ما قلنا الحمله العنقوضي طيب احنا اتفقنا جماعة عشان آآ ممكن اللهم اصلي عن نبي يعني لازم العلاقة تكون بتتم من ثلاث لاربع مرات في الاسبوع وقلنا بقى التكنيك بتاع اريكشن آآ انتصاب وبعد كده بنتريشن الاختراق وفي الاخر ايجاكيوليشن للسيمن في البستيريو فورنيكس ان السائر المنو كده يخش الضغانة بتاعت الايه الست عندنا خمستوشر في المية من الستات عندهم الانفرتلتي دي طب ممكن تقول ليه السبب ما قلنا بسبب زيادة الامراض اللي بتنتقل عن طريق الجنس او ان معظم الستات بقت تتجاوز عند سن كبير وهو المفروض قمة البنت في خصوبتها عند الاربع وشرين سنة او بسبب تلوس الهواء وقلنا بقى الموضوع ممكن يكون بسبب الرجالة او الستات اغنصر من الطرفين ممكن يكون بسبب الطرابات في العلاقة اصلا وده نسبتها عشرة في المية او مفيش سبب اصلا وبرده نسبتها عشرة في المية هيبتدي يتكلم لك عن الاسباب سبب سبب واول حاجة هيبتدي بالراجل ايه العيب اللي ممكن يكون في الراجل ممكن يسبب عقم قال لي اول حاجة يعني الحيوانات المنوية قليلة او فيه الوعاء مسدود او يعني ببساطة السائل المنوي ما دخلش خلاص كده طيب يبقى دلوقتي العيوب اللي ممكن تكون موجودة في الراجل ايه تاني قلنا نقصف عن الحيوانات المنوية تمام ايه نقصف انتاجها ذات نفسه او فيه الوعاء مسدود او فشل السيمن ان هو يخش فيه السيمن البول اللي هو في الفجينة يعني بتاع الايه فشل نخش في الست وكذا طيب ايه ليه بقى نقص الحيوانات المنوية يعني نقص انتاجها ليه الحيوانات المنوية ممكن الراجل يكون بينتك حيوانات منوية اصلا باعداد قليلة قال لي والله دي موضوع ممكن يكون جوجينيتال يعني ممكن يكون هو مولود كده ان مسلا التستس عنده مش موجودة او مش نزلة يعني لجوه ممكن موضوع يكون انفيلماتوري التهابية زي الغدة النكافية والحزبة والكلام ده ممكن موضوع يكون بسبب ترومة ان هو يعني اتصاب في التستس قبل كده في الخصية قبل كده او عمل عملية ازالة جراحية او ممكن يكون موضوع بسبب تيومر ورم خلاص او ممكن يكون الولد ده او الراجل ده تعرض لاشعيع او ممكن يكون يعني طويل وواسع وملتوي تمام طيب ممكن موضوع يكون زي مسلا اني يعني هو ممكن يكون مش مهتمة بنفسه يعني بياخد حمام سخن كتير في المنطقة يعني او بيلبس حاجات دياء قوي ودي بتأثر عند الرجلة ماشي فهمتوا طيب اما بقى اه اه بقى المشكلة التانية انه قلنا الوعاء يكون مزدود ممكن موضوع يكون كو جنيتال برضو هو مولود كده او ممكن يبقى التهبات او ممكن تكون ترومة ورم اه سوري خطة يعني مثلا فيه التساقات او كده واحنا بنصلح الانجوين الهرنية يعني كان فيه انجوين الهرنية واحنا بنعليقها حصل فضل جيجان طيب ممكن زي ما قلنا او حسنا هو نفس الاسباب تقريبا ايه مش طيب اه اه تالت سبب عندنا ان الحيوانات المنوية زي ما اتفقنا او السائل المنوي يفشل في ان هو يوصل ليه البستيريو فورنيكس طيب الكلام ده بسبب العجز اه ضعف الانتصاب مسلا عند الرجل او ممكن يكون عملية خروج السائل المنوي مبكرة او يعني هو بيقول موظم الاجيكوليشن بيمر البلدر ومش بيروح بسبب نقص في الفالف سيستم ما بين اليريثرا وي البلدر اه وفي حاجة اسمها اللي هو يترق او اندور الاسبكت اف البيناس نركز شوية جماعة يبا احنا دلوقتي بنتكلم في الاسباب آآ ببساطة جدا قبل بس اخلص انا بتكلم في اسباب الرجل قبل ما يخش على اسباب الست الرجل قلنا تلت اسباب نقص في السيمن او في آآ انسداد او فشل انها تخش في اه الحيوانات المنوية انها تخش في الست. قلنا يا جميع اه نقص امتاج الحيوانات المنوية بيبقى ممكن الموضوع يكون هو مولود كده زي ان الخصية مش موجودة او مش نزلة يعني هي بتجبر لجوة او زي ما اتفقنا في الالتهابات زي لغد النكافية او الحزبة او في خبطة لقدر الله اتخبطت او فيها عملية جراحية او مورمة او حتى عردت لاشعاع او الفركوسيل طويل وطويل وواسع وكده وملتوي اول موضوع ممكن يكون ان هو بيلبس لبس ادية او بياخد حمامات سخنة كتير او زيادة عن نزوم طيب البايلاترال بقى ان هو فيه نسداد ان السداد زي ما اتفقنا نسداد ممكن يكون يعني بسبب نقص او هايبوبلازيا او بصفاز آآ نقص طبعا عدد الخلايا وكده طيب او مفيش خلايا اصلا انفلماترو يمكن يكون فيه التحبات تمام ترومة ده اللي هو حاجة تخبطت وكده فحاجة عملية التساقوات يعني واحنا مثلا نصنح الانجواين الهرني عملت التساقات تيومر ورم واراديشن اشعية طيب اه قلنا فسل السيمل ان هو يخش المرأة ده بيبقى بسبب العجز ضعف الانتصاب او حصل ايجاكيوليشن بدري شوية او ريترو جريد ايجاكيوليشن اللي هو اي يا جماعة ان هو الاجاكيوليت بيمر في البلدر ومش في اليوريسرا تمام بيمر في البلدر ومش في اليوريسرا وبيخرج على بر وده طبعا بيعمل دفك تبع بين اليوريسرا او هايبوس بادس ايه هايبوس بادس ده يعني فتحة البول بالنسبة للراجل موجودة على بتاع البينس طب اللي هي موجودة على الدورزل تمام مش هحاول ابرر لكم لها صورة بصوا بلاش موضوع الصور كده بس فهموا ان هنا آآ الراجل فتحة البول بتاعته ما تبقى موجودة على الطرف لأ هو بدل ما هي موجودة على الطرف هي هنا موجودة سوفلي الجزء اللي تحت من المهبة اه سور القضيب من نسبة للراجل او آآ موجودة على الدورزل عطار فوق امش ايه الدورزل ده اللي هو الوضع اليانبي او الظهري يعني البينس هو هي موجودة في ظهره تفهمين الفكرة طيب يبقى دلوقتي احنا قلنا كم عامل للرجالة تليتة خلاص وقلنا ان فشل ان هي تخش للست سواء عجز او 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 قلنا ان هي موجودة آآ او اللي هي موجودة دورزل مش يا اصدقاء طيب اللي هو السبب الستات ودي بنسبة خمسين في المية ممكن السبب يكون في المية بيض بالنسبة للست او قناة فلوب او الرحم او سيرفيكس عنق الرحم او فاجينا اللي هو المهبل او كمان حاجات عامة ما شاء الله ده كله اول حاجة ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الميبيض بالنسبة للست تسبب ان مفيش طبويد ممكن يبقى نقص افراز اللي بتفرزه منطقة تحت المهاد خلاص يعني انقطاع البيوتريتري والاوفري خلاص انقطاع امنورية اللي هو انقطاع دورة التامس وكده يعني المرحلة اللي هي اللي كان بيان مفيها البروجترون وكده نقصة مدتها نقصة او حاجة طب ايه المشكلة اللي ممكن تكون في الانبوبة نفس الكلام عددها قليل او مش موجود اصلا خلايا ممكن يكون فيه التهابات واكتر حاجة اللي هو اه الكالميديا والجونورية ممكن يكون فيه ترومة يعني اتخبطت في حاجة او عمل الحملية وشن حاجة او اندومتريوزيس واخر حاجة تيومر اه ورم تمام ممكن موضوع او مشكلة تكون في الرحم الرحم برضا كان نفس الكلام هايبوبلازيا او ابلازيا او ملتهب او ترومة او تيومر او نيوبلازما او كده بس ركز ان الترومة في الرحم حاجة اسمها اشير مان سندروم تمام يعني هي حميدة وبعد كده بتتلايف وبتقلب مالينجلانت معية وبتتطور لقدر الله لكنسر خلاص يا جماعة ماشي كده طيب يبقى الموضوع الحمد لله في المتاح طيب والله ممكن يكون فيه دي زي ما انت فانا او ممكن يكون طويل زيادة عن لزوم برضا ممكن يكون ملتهب او مش في مكانه متدلي او في اه انفرتلتي عكم وكده بسبب وجود الاسبيرما انتيباضز يعني فيه حيوانات منوية وكده في السيرفكس بتحارب الايه بتحارب الحيوانة منو اللي بيجي من الرجل هو ممكن يكون نيوبلازما نفس الكلام حميد وبعد كده بيقلب خبيس وقدر له في الاخر كنسر طيب فيه بقى فاجينة فاكتور اللي هما الابلازيا والانفرماتري والترومة والنيوبلازما نفس الكلام بزبط واخيرا وليس اخيرا اللي هو منع بقى الطبويض امراض اللي هو والسكر والسل والانيميا والفيسيولوج ديس او دي كل الامراض دي اصلا بتمنع الطبويض يبقى تاني كده مشيء من العجلة نتكلم عن العوامل اللي بتخلي الستة ما تخلفش او فيها عقب اول عام لحضرتك المبيض ممكن المبيض يكونش مفيش طبويض طبط مفيش طبويض ليه بسبب منطقة تحت الميهاد بسبب الغدة اللي هي الغدة النخمية او تمام اللي هو المبيض ممكن يكون مرحلة اللي يتيجها الفيز قلت او قللت ماشي طيب اه في هدف فكت فيها نقص فيها خلال طيب ده بالنسبة للمبيض اه ونسبته من خمستاشر لعشرين في المائة بعد كده الايه القنزة نفسها لها عشرين في المائة ممكن موضوع قلنا بسيء يبقى نقص عند خلية او انها ملتهبة وكده او عملية او فيه التهبات او ورم او كده طيب بعد كده يا جماعة عندي دي بنسبة خمسة في المائة يعني العكم يكون بسبب الرحم ودي بنسبة خمسة في المائة نفس الكلام كوجينيتل او في الاتهابات او بكتيريا سلة او حاجة او خبط اللي هو اشيرمان سندروم او النيوبلازمة زي ما اتفعنا باول بيبقى حميد بعد كده بيقلب بقى تلايفات وخباسة والكلام ده استخفر الله العظيم. السيرفيكس اللي هو عونك الرحم. عونك الرحم ممكن يكون موجود في ايه? زي ما اتفقنا. يا اما دي يا اما طويل. وبرضا كالتهابات او متحرك من مكانه او اه فيه انتيباطس يا جماعة فيه انتيباطس في عونك الرحم دي بتنقل الحيوانات الايه المنوية. برضو ممكن زي ما اتفقنا وفيه يبقى فيه ورم او نيوبلاز يبقى حميد بعد كده يقلب معي خبيس. الفاجين الفاكتور نسبته واحد في المية. يعني عندي السيرفيكال واليوتيراين يعني الرحم وعونك الرحم خم خمسة في المية. ماشي والتيوب هما ما شاء الله اللي محتلين اعلى نسمة. والرحم وعونك الرحم. واخر حاجة جماعة الفاجين الفاكتور اللي هو بنسبة واحد في المية. وفيه كمان اللي يبدل لقبل الاخير. انهما كده ستة عوامل. الفاجينة نسبته واحد في المية. زي ما اتفقنا ممكن يكون العكم بسبب الفاجينة. بس الموضوع ده يعني نادر او لما بيحصل قلنا بسبب برضك التهابات او عملنا عملية ازالة او حاجة او زي ما اتفقنا الورا مكان. اه سواء او ملينا. ماشي. ده مين? ده الفاجينة فاكتور. تمام? الحاجات بقية يا جماعة اللي هو الجنرال بالنسبة للست زي ما اتفقنا اه اكت ترو يعني دي حاجات بتمنع التبويض زي ما اتفقنا امراض في الغضض الصماء زي السكر او المكسيديما او بكتيريا السول او في اضطرابات نفسية او انيميا. دي كلها عوامل عامة بتأثر على العكم عند الستات او الخلفة عند الستين. طبعا في بقى ان الحياة الجنسية مضطربة وكده. وفي بقى ان السبب مش معرف. تمام? نكمل بسم الله. اه طبعا اه يعني اضطرابات في الحياة وكده الجنسية. اه بنسبة عشرة في المية. اللي هو الجماعة يا اما متكرر اوي يا اما لاي الاوي. او فيه الم في فيه واجع اسناء الجماعة. يعني بيبقى حاجة مؤلمة لست. اه يعني ايه? يعني بيبقى في انكباضات عنيفة جدا في 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 المصل زي يعني اللي هي العضلات والدكتور بتاعة الصوي بتاعة الفاغد. اه الجلوتي المصل. اه عضلات البطن من قدام. كل دي يعني عضلات دي كلها جماعة عملة تنقبض في اي محاولة في باردو اه فريجيديتي يعني ايه فريجيديتي? يعني الرغبة عند عند احدهما قليلة لك. يعني قليلة. وفيه كمان حاجة اسمها اللي هو الحيوانات او السائل المنوي بيهرب من الفزينا بعد الجماعة. وبشكل كبير. تمام كده يبقى يبقى قلنا اسباب ايه? خمس اسباب. اول اسباب ايه? اما الجماعة كتير قوي اما قليل قوي او فيه الم في العلاقة او اه انكباضات عنيفة سواء في الصاي او في العضلات الجلوتيال او الفيتور اني او عضلات البطن من قدام اي محاولة يعني نقص الرغبة اه 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 ان هو هروب استائل المنوي من الفجينا بعد الجماعة. طيب يعني في اه عكم معنا احنا ما نعرفش سببه يعني او ما نفهمش ده من خمسة لعشرة في المية. يعني ما له السبب واضح. يعني احنا عملنا اه تحريف واشعة لكلا هما ومش قادرين نحط ايدينا على سبب للانفرتالتي مش عارفين? طيب بناخد تاريخ كامل يا جماعة وبنفحص الرجل والايه والمرأة طبعا انتم فهمين. طيب اول حاجة السيمن انالايزيس. السيمن انالايزيس اللي هو بنعمل تحليل للسائل المنوي وكده. طيب لو طلع طبيعي وما فيش حاجة خلاص هنشوف الطبويد. طيب لو طلع طبيعي وما فيوش حاجة هنعمل لو طلع طبيعي وما فيش حاجة هنعمل لو طلع طبيعي وما فيش حاجة يبقى اه في الاخر خالص او اخر خالص معنا نحنا هنعمل منظر او اه منظر تمام? اه وعلى الرحمه كده. ناشا يا جماعة? تمام? طبعا هو هيشرح كل واحدة فيهم. ماشي? يبقى احنا هنعمل تحليل للسائل المنوي. لقينا طبيعي وما فيش فيه مشكلة. خلاص هنخش على الطبويد. لقينا طبيعي وما فيش مشكلة هنعمل بسيتي. لقينا طبيعي وما فيش مشكلة. لقينا الطبيعي وما فيهاش مشكلة. خش عن ايه? المنظر. خلاص. طيب ماشي. كده شرحت دي. هي حتت بقى الابنورمال اللي هو ما هو طبيعي لو لقيت اي مشكلة في حاجة منهم. يبقى هو اللي سبب المشكلة. لكن لو انت عملت ده كله ما لقيتش مشكلة خلاص هتلتقى المنظر بقى. بسم الله. اه طيب اه نعمل يعني تحليل وكده. ماشي يا اصدقاء. ماشي. اه حضرتك. اه دي اه 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 كريتيريا اه 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 نرمال اه 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 نعمل اه اه نعمل. اه 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 هتبتدي ايه با? تقول لك والله هو ده السائل المنوي الطبيعي. انت فاهم? ماشي. اول حاجة لازم يكون من الاتنين لستة ملي. اه العدد الحيوانات المنوية من 20-60 مليون أكثر من حيوانين منويين موف بروغريسيف يعني يكون في أكثر من حيوانين منويين بيتحركوا تجاه البوايدة الحركة بتبقى أكثر من 60% في ساعتين النورمال فورمز أشكال طبيعية أكثر من 60% مفيش أي سبيرميا يعني يعني قرات الدم مفيش مفيش بص مفيش صادت في الدم مفيش لزوجة زيدة مفيش سبيرم أجلوتينيشن يعني مفيش سبيرم ملصقة أو كده يعني يا جماعة وبالروح عفوا يبقى منظمة صحة العالمية تاني قالت الإجاكيوليشن نازم يقوم من 2-6 ملي بعد حيواناتها منوية من 20-60 مليون فيه أكثر من حيوانين منويين بيتحركوا الأمام الحركة أكثر من 60% بعد ساعتين والأشكال الطبيعية برضو أكثر من 60% مفيش أي خلايا صديد مفيش لزوجة مفيش التصاق حيوانات منوية طب اللي مش طبيعي بقى اللي مش طبيعي طبعا اللي مش طبيعي أني يبقى فيه أسبيرميا أو هايبوسبرم أو هايبرسبيرم فهو ممكن يكون مفيش أصلا في السمن أساسا طبعا وممكن يكون قليل أقل من 2 ملي وممكن يكون كتير أكثر من 6 ملي فهو رنجو من 2 ل 6 قال من 2 يبقى هايبوس أكبر من 6 يبقى هايبر طب ما فيش أصلا يبقى أسبيرميا نخش بقى على الآزو اسبيرميا والأولي والبولي ده في العدد أولي وبولي وده في العدد يعني مثلا لو هو أكثر من 20 أقل من 20 يبقى ده أولي عدد الحيوانات المنوية قليل طب لو هو أكثر من 60 يبقى ده بولي أكثر من 200 مليون يبقى ده بولي طب آزو آزو ما فيش أصلا آزو ما فيش أصلا طيب إحنا قلنا إن لازم تكون الحركة بعد الجماع أكثر من 60 بعد الإجاكوريشن أكثر من 60% فبيقول لي بقى يا شمس في حاجة اسمها أسينو سبيرميا يعني الحركة بتبقى ضعيفة وفي نيكرو سبيرميا إن حيوانات المنوية خلاص ماتت يبقى أسينو ضعيفة نيكرو ماتت طيب وعندي بقى الأشكال الطبيعية قلنا أكثر من 60% حالة تراتو سبيرميا يعني الأشكال إيه حالة تراتو سبيرميا يعني الأشكال مش طبعي خلاص يبقى دهني ده الأبنورمال لما بتتكلم في السبيرميا هايبو وهايبر يبقى بنتكلم في إيه هايبر يبقى أكثر من 6 هايبو أقل من 2 يبقى إحنا بنتكلم على الإجاكوريشن وآز سبيرميا ما فيش أصلا نوسيمن طب الآزو آزو قولي وبولي ده بنتكلم في العدد والله لو قولي أكثر من 200 مليون قولي أقل من 20 مليون آزو مفيش أصلا نوسيمن انتمون تخدوا بالكم إن الفرق ما بين أسبيرميا وآزو سبيرميا أسبيرميا ما فيه سائل منوي نوسيمن لكن آزو نوسيمن مفيش حيوانات منوية في سائل منوي بس مفيش حيوانات منوية تفرق كتير يا جماعة نوسيمن السينو الحركة ضعيفة نيكرو المقمات أصلا الأشكال الغير طبعية اسمها تراتوس بيرميا تمام؟ زادت قوي طيب إحنا بنعمل إيبقى؟ إحنا بنعمل ناخد عينا من الخصية عشان عايزين نفرق هل عدم وجود حيوانات منوية ده بسبب تدمير في الخصية ولا بسبب الوعاء النقل إنه هو مزدود لو العيالة فيها بوزة في سبيرميز يبقى مشكلة مش في الخصية يبقى لو العيالة طلع العينة طلع فيها حيوانات منوية يبقى المشكلة مش في الخصية طيب فازوغرافي فازوغرافي هو يعني إحنا بنحق المادة مشعة جوه الوعاء وبنعمل بقى إكس ري وكده عشان نكتشف هو مزدود من أنهي جزء بالظبط زي ما اتفقنا بناخد عينا من البول عشان نحدد الريترو جريد إيجيوليشن وهرمونة اللي بقى بنشوفها هرمونة التستستيرون والـ LH والـ FSH في السيرة سواء في الرجل أو في الس تاني وبالروحة أنا باخد عينا من الخصية عشان عايزة أشوفه في المشكلة في الخصية ذات نفسها ولا في الوعاء النقل لو طلع فيه انتك حيوانات منوية يبقى الخصية ملهاش طيب أو باخد مادة مشعة بحقنها في الوعاء النقل وبعمل عشان نشوف مكان الإنسيدات بعمل عينة بول باخد عين البول بعد وهرمونة التستستيرون والـ FSH وكده طيب بعد كده يا جماعة عندي بشوف الست عندها طبويض طبويض بيحدث بشكل مستمر طبويضها عن طريق ايه الدورة اللي بتجيلها بشكل متكرر ما تكونش منقطع وكده يعني المفروض ان احنا بناخد عينة من الرحم قبل الايه قبل الحيد وكده اللي هو على اليوم الـ 22 يعني في بعض المؤرخين قالوا ثلاثة ايام قبل الدورة التانية ناخد عينة من الإندومتريال وفي الناس قالت لا ما تلاثة يام ايه قبل يوم من الدورة التانية انتوا فاهمين ماشي يبقى يا جماعة مهم احنا دلوقت شوفنا الهرمونة الاساي بعد كده دخلنا على الطبويض آآ بسم الله اهو دخلنا على الطبويض وقلنا يكون تحصل بشكل مستمر طيب انا عايز اخد عينة من الإندومتريال قوي قوي حضرتك زي ما اتفقنا على اليوم الـ 22 في ناس قالت تلاثة يام قبل الدورة الجديدة وفي ناس قالت يوم قبل الدورة الجديدة عادي يعني طيب ايه يعني هناخد عينة من الإندومتريال اللي عشان نكتشف فيه طبويض ولا لأ انت لسه قيلة انت عايزة تشوفي آآ فيه طبويض ولا لأ عايزة شوف يعني عايزين نشوف هل فيه اي مشاكل او اي التهبات في طبقة الإندومتريال ولا مثلا فيه لنف يعني فيه تقاصر لللمف وكده المشكلة فيهم بالضبط يعني عشان احدثوا التبويض شوف فيه تقاصر في اللمف ولا لأ واشوف لو فيه اي التهبات طيب ألترا ساون سريل فوريو كولومتري أراوند تاين أوف أوفوليشن الألترا ساون دي بنعملها في أيام حداشر وثلاثتاشر وخمستاشر من السيكل ركزوا جماعة عشان تفهموا الفرق تفهموا لما جيت اخد عينة من الإندومتريال قولنا في اليوم الاتنين وعشرين قبل الدورة بثلاثة أيام أو قبلها ميوم لكن الألترا ساون تكون في أيام حداشر وثلاثتاشر وخمستاشر طبعا احنا بنشوف بقى الطبويض حصل ولا محصلش عن طريق نشوف الحوايسلة النضجة موجودة ولا ايه ولا مش موجودة طبعا لو الحوايسلة النضجة اختفت ده معناه ان تم تحرير البويضة يعني خلاص الحوايسلة ربشرت وفرقعت والبويضة تحررت يبقى الطبويض حصل لو فيه فليود في الدوجل باوتش يبقى برضا تتحررت لو فيه كوربس ليوتيم اللي هو الجسم الأصفر يبقى الطبويض حصل خلاص يا جماعة يبقى حنا عارفنا الطبويض هنا هيحصل لو لقيت الحوايسلة مش موجودة أو الجسم الأصفر موجود لأن طبعا بعدما الحوايسلة بتختفي بيتتحول لجسم الأصفر أو زي ما قلنا فيه فليود في الدوجل باوتش الهرمونة اللي بقى بناخد اله ويبقى في كمته عند المية تمام سوريا في الميت سايكل بيبقى أعلى من المية نشوف البروجسترون عند اليوم الـ 22 والمفروض طب ايش معنى لأن طبعا عند اليوم الـ 22 ده بتبقى البطانة الرحم في زروتها أو بيبقى الرحم مجاهز نفسه لاستقبال بيبي ولو ما حصلش تخصيب للبيضة طبعا بيحصل طمس فبيكون نسبة البروجسترون هنا أعلى حاجة يعني عالية قوي بتبقى أكتر منه أو بتسوي العشرة طيب البروجسترون بيبقى لو هو بقى من اثنين لعشرة يعني هو فرنج من اثنين لعشرة يبقى فيه زي ما اتفقنا اللي هو بوليفريتف ايه ديس أوردر وكده فيه مشاكل لمف يعني فيه فيه اضطرابات في الليمف خلاص يبقى احنا ترفقنا دلوقتي الـ H بيكون في قمته أكتر من مية في الميت سايكل وعندي كمان البروجسترون يا شمس البروجسترون بيبقى أكتر من أو بيساوي عشرة نانو جرام في اليوم الـ 22 طيب قلنا إنه هو لو من اثنين لعشرة يبقى هو فيه طب اندسكوبي بقى منظار المنظار يبقى احنا عايزين نشوف لايه عملية التبويض وكده اه اللي هو يبقى انا بعمل منظار ليه عشان اشوف يعني بنشوف هل المبيض مسلا اتخبط تعليل تراما في حاجة تمام يبقى انا بعمل منظار عشان اشوف هل المبيض مخبوط او في حاجة يعني فيه مشكلة نعمل العملية سيرجيكال في الجزء ده طيب نعالجها ازاي بقى نعالج السبب طبعا وفي الحالات الطويلة ممكن نعمل الريبروتاكتف تكنولوجي طب ايه بقى يعني احنا ممكن اا بشكل صنوعي حيوانزمن عويل للرجل وكده يعني وممكن نعمل يعني احنا نعمل تخصيب وكده ونزرق اللي هو يعني بتاخد عينا من الرجل وعينا من المرأة وتوفر لهم الجو برة بعد كده بتزرع في المرأة وكده وممكن انتراستايتوبلازم سبيرم انجيكشن وممكن نحق ان حيوانات منوية خلاص طيب بيبقى تاني عشان نعالج المشكلة دي بنعمل ايه بنعالج السبب يا اصدقاء طيب في بقى تكنولوجيا كده متقدمة لو نوضعها يطول قوي يعني وبتاع في حاجة بقى بتتعامل صناعية وكده زي ما قلنا ده للزوج يعني بنعملها بشكل صناعي اللي هو السائل منوي ده وكده وفيترو فرتليزيجن اللي هو اللي هو اطفال الانابيب وكده فبياخدوا عينا من الراجل وعينا من المرأة ويعملوا فرتليزيجن برة وبعد كده يزرعوا الجنين في الام واخيرا وليس اخيرا انترا سيتوبلازميك سبيرم انجيكشن يعني اه بنحقن حيوانات منوية وكده ماشيه؟ طيب ولله الحمد كده المحاضرة خلصت اللهم اني استودعك ما فهمت وما قرأت وما حفظت وما سمعت فرضو إلينا عندنا حاجة إليه يا ربي يا كريم ادعو لي بصالح الحل واني يكون مراد القلب والقدر وليس اشتدعو الاهلي نفذ سلام